الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل من بئر العاتر يقول كيف يكون التقصر في الصلاة آي سهلا أشفا مسألة تتعلموها من دينكم خير من السماوات والأرض أشفاو كيف تقصر الصلاة أولا المسافة المسافة تكون مسافة قصر يعني مسافة ليسمى سفرا واحد النار كنت في جامعة العربية تبسي وانت ربيت وتكونت في الحمى كنت قاعد شفت واحد الراجل يقصر يصلي زوجه ركعات سألته قلت له يا أخي عليك تصلي زوجه ركعات قال لي أنا مسافر قلت له من أين أجيت قال لي جيت من ساحة أول ماي مش شمانف قلت له يعني مش شمانف للبي الكور عديتها أنت مسافر وقت قصر في الصلاة قال لي نعم قال لي نعم قال لي هكذا قالوا لي الشيوخ شو ما مساكن غير يخلط الشيوخ ما نعفر قلت له صحا نسق سيك سؤال انتكي كنت جاي مسافر من ساحة أول ماي البي الكور ودعت يماك وقلت لها أبقى على آخر وسلمي على أخوالي ورفت كابا وحقيبا يا كي ما يدير المسافر وديت دراهم شفت باين أبلي مش يسافر من ساحة أول ماي البي الكور تقصر الصلاة من صالة مبي البي الكور تقصر الصلاة لا لازم لما سافر تكون مسافة وقصرين قال العلماء كما بين مكة وجدة ما المكة الجدة 80 كيلو 85 كيلو 87 كيلو هذا يعد سفرا فهمتها إذن المسافة لازم تكون مسافة وقصرين واحدة اثنين السفر لازم يكون سفرين مباحا مباح إنسان رايح يصيل الرحم رايح يخدم في الأحلال رايح يحوس يحوس يطالع على الدنيا يجوز يشوف يتعلم إنسان رايح يستجمع ولكن سفر المعصية لا تقصر فيه الصلاة أشفاه السفر والمعصية واحد عنده فريق تعكورة القدم يجوز نروح أنا وناصر الفريق انتاعي ولكن أنا لا لا أنا دايش قورا وموس وفي ميجان هذا سفر معصية أك رايح تقتل الناس انت ما كشح تنتصر للفريق انتاعك لو كان كرايح متحضر باش تناصر الفريق تاعك يا جوز قصة صلاة لأنا ما كش ناوي المعصية ولكن كي تقلع من العاصمة بموس وتقلع بشاقورة وتقولوا تتاثقوا بلينا روح وندق تقولهم أعظامهم أنا مش سفر سفر طاعة إذن لازم يكون سفر طاعة وليس سفر معصية واحد رايح يعصي ربي رايح يعصي ربي لا يقصر الصلاة إذن لولا المسافة اثنين أن يكون سفر مباح أو سفر طاعة من باب أولا إذا كان سفر طاعة كواحدة يطلب العلم سفر طاعة ثالثا كيف تقصر الرباعية تصليها زوج الرباعية واذاиться لنها الرباعية صالة الضهر والعاصر والعيشة صالة الصبح نصليها زوج صالة الضهر نصليها زوج صالة العاصر زوج أركعات صالة المغرب ثلاثة أركعات صالة العيشة زوج أركعات فهمت أقول شلو القصر يعني أرباعية نصليها زوج الآن بزف سائق الأجرة ربي يحفظهم ويعمر بيوتهم بالخير والبركة إن شاء الله هم يتعبوا معنا بزاف مساكن يتعبوا مع الغاشي يطلع له واحد في الطاكسي نحي يصباطه يفوح له هذه الطاكسي واحد يطلع يبدأ يلعب بالقفال يكسرها له ويهبط يرميله ألفين فراك ويخلي له عيب في الطاكسي تاعه ويخدمه بـ 800 ألف سائق الطاكسي يسأله يقول لك أنا نكون مسافر ولما نكون جاي ندخل قبل آذان المغرب ندخل داري قبل آذان المغرب كيف نصلي العاصر نصليها قصرا ولا نصليها ولا نتممها قال علماؤنا عليهم والرضا والرضوان حاولوا تفهموا الله فهمنا واللي يفهم يفهم لي ما فهمش احنا ندير المفتاح وربي هو الفتاح اما لقال علماؤنا اذا دخل من سفر وكان ما صلى الصلاة وقبل خروج وقت الصلاة كان في بيته هنا يجوز له يصليها قصرا ويجوز له أن يتمها في زوج جائز يجوز له يصليها قصرا علىه لأن هذه الصلاة أدركها وهو مسافر هذا الصلاة أدركته وهو مسافر يجوز له يقصرها ويجوز أن يتمها لأن حكم السفر قد ارتفع لما وصل الدار ارتفع حكم السفر واللمقيم وصلت هذه ما صلىها وما زال ما خرج وقتها أما لا يتمها إذن يجوز لك في زوج تصليها قصرا أو أن تتمها ولا شيء عليك وربي يرضى للعلماء لعلمونا ويرضى للفقهاء لفقهونا ويرضى على الرجال لجيبونا الإسلام بشرنا مسلمين ونعرفونا تعلمونا رقع وصلات الله يرضى عليك يا شيخ محمد رحو الله يرضى عليك لقاعتنا قدامك وعلمتنا كيف نرقع وراءنا نحن نعلم في الناس ولينا ناس ويحتاجون الناس علما يقول أني جندي وأتنقل باستمراء فكيف يكون التقصير في الصلاة في هذه الحالة سهلا حاول تعرف أيها الجندي حكمك لما تنتقل من مكان إلى مكان كحكم الانتقال من المكان الأول حاول تفهم راك في الثكنة العسكرية انت رقعت في الثكنة أكثر من أربعة أيام مادم رقعت في الثكنة أكثر من أربعة أيام فحكمك حكمة مقيم تصليها أربعة رقعت ما تقصرش الآن ادعوكم الثكنة إلى مسافة مئة وعشرين كيلو قالوا لكم نقعدوا يومين ونزيد وننتقلوا يومين هنا تقصر لأن لو كان رامحين يقعدوكم في هذا المكان أكثر من عشرين صالات يعني أكثر من أربعة أيام يولي حكمكم حكم المقيم ولكن قالوا لكم نقعدوا أقل من أربعة أيام يعني أقل من عشرين صالات أما لا كي توصل هذا المكان تقصر في الطريق وتقعد تقصر حتى تنتقلوا من هذا المكان صح ادعوكم من هذا المكان إلى مكان آخر على ربعميات كيلو متر المسافة مسافة وقصرين قالوا لكم رح نقعدوا شهر شهر معنى تركح تقعد أكثر من عشرين صالات معنى تركح تقعد أكثر من أربعة أيام إذن وش حكمك آيا جاوبوني جاوبوني باش نعرفوا باللي راكو تتفقه مادة مراكناوي ورايح تقعد أكثر من أربعة أيام فحكمك حكم المسافر ولا حكم المقيم حكمك حكم المقيم فهمتها ما لا كي تنتقل من مكان إلى مكان نفس الأحكام شوف هل مسافة قصرين وهل هو السفر مباح وش عالك تقعد إذا ناوي تقعد أكثر من أربعة أيام يعني عشرين صالات فحكمك حكم المقيم إذا ناوي تقعد أقل من أربعة أيام فحكمك حكم المسافر تقعد تقصر إلا في حالة واحدة حاولوا تعرفوها أو كي يمززف هدوا جماعة اللام الذهبية رامي خلطوا ويجلطوا ودبدبوا الشعب الجزائري يروح يجيبوا الصحابة يقول لك في دمشق قاعدوا تسعى شهور هم يقصروا ولكن تايا الصحابة كان كل يوم ناوي يعاودي ولي هاي المسألة اللي حنقولها لك راكم سافر رحت إلى أضرار باش خرج ورقا من البلدية كي وصلت انت ناوي نهار جيب الورقا وتولي إذا تقصر لأنا مكش ناوي تقعد أكثر أربعة أيام لما رحت تجيب الورقة قالوا لكل غدوة تقعد تقصر قالوا لكل غدوة تقعد تقصر قال لكل غدوة تقعد تقصر يعني مدام أنك عازم على الرجوع وأنه ما راكش أفش عليك تقعد لأنه كل يوم يقول لكل غدوة كما صار للصحابة لما في دمشق راحوا باش يفتحوها اليوم غدوة اليوم غدوة قاعدوا يقصروا في هذه الحالة تقعد تقصر حتى تولي الله فقهنا ويعلمنا والحمد لك يا رب العالمين على نعمة الإسلام والله عمر بيوتكم بالخير والبركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته